سيد عادل بن عبد الرحمن العسومي سعف تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة يعكس النهج الرائد لمملكة البحرين وما حققته من قفزة نوعية ومراتب متقدمة في مجال حقوق الإنسان كما أكد رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أن التوجه نحو تفعيل تطبيق نظام السجون المفتوحة يعكس ريادة الخطوات الإصلاحية والتنموية التي تتخذها مملكة البحرين والتي عززت من مكانتها الحقوقية بين مختلف دول العالم وأجعلها محل إشادات دولية واسعة مشيرا إلى أن ما حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان يعد إنجازا تنمويا يضاف لحصيلة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال وتطابقه وتماشيه مع كافة المعايير الدولية ترجمة نانسي قنقر